اشتركوا في القناة قام بتعريض جوجة الاشخاص للضرب والجرح بالاستعمال السلاح الابيض امام احد المساجد بمدينة تفاز الاسباب وخلفيات لازالة الابحاث متواصلة بغرض تحديدها وذلك قبل ان تصفر الابحاث والتحريات المنجزة فهذا القضية عن تشخيص الهوية دي المشتبه به والتوقف دياله بالضبط بمنطقة سيدي حرازم وقد تم اداع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي لكي جري تحت اشراف نيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية بهذا مشاهدينا قد نصل لنهاية هذا الخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة